تعالوا بقى نروح للفيفا أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منصة رقمية جديدة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات التي تخدها الأندية في سبيل التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها عام 2025 قال الفيفا عبر الموقع الرسمي أن هذه الأداء بمثابة منصة شاملة لا تقتصر في إفادتها على الجماهير الجماهير السحرة المستديرة فقط لا بل ستكون مرجعا لممثلي وسائل الإعلام ومختلف الجهات الفعالة التي ستشارك في النسخة الجديدة إذ تعرف المستخدمين على هوية الأندية المتأهلة للمشاركة اللي ضمنت خلاص المشاركة يعني والأندية اللي لسه قدامها فرصة لحجز تسكرة التأهل للبطولة اللي تستهدف تنافس 32 فريق أول بطولة بالشكل ده ب32 فريق هتكون في أمريكا طبعا وأمريكا هتستطيع في كاس عالم منتخبات كمان يعني دي بروفا لكاس العالم المنتخبات وأضاف البيان أن تلك المنصة المتوفرة على المواقع الإلكترونية للفيفا تضمن سبع أقسام مختلفة حيث توجد فيه القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة سواء عبر تتوجها باللقب القاري أو من خلال مصار ترتيب الأندية على مستوى القاريات اللي هو تصنيفة جماعة وتتفرع من القسم الرئيسي ست أقسام ثانوية يخصص كل منها إلى الاتحاد القاري أو الاتحادات القارية المختلفة يعني بحيث كل اتحاد قاري لسيكشن بحيث توفر للمستخدمين فرصة للغوص في تفاصيل مصار التأهل لكل نادي بحسب منطقته الجغرافية وتشمل هذه الأداء الجديدة معلومات حول كيفية التأهل الأندية بما في ذلك عدد المراكز المخصصة لكل قاري ومعايير التأهل وغيرها من الجوانب المختلفة والمتعلقة بهذه البطولة الحديثة ستدخل التاريخ الكاري من باب واسع جدا لكونها النسخة الأولى من البطولة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025 وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البطولة في وقت لاحق عام 2024 بما في ذلك كافة المعلومات المتعلقة بكأس البطولة والمدن المستضيفة أو المستهبلة للبطولة والهواية البصرية لهذا الحدث يعني وقرعة المنافسات ويذكر أن الأندية التي تأهلت رسميا للبطولة هي الأهل المصري، الأوداد المغربي والهلال السعودي وأوراوة ريتس الياباني وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريدي الأسباني ومنشستر سيتي الإنجليزي وباير نميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي وبورتو وبنفيكا من البرتغال ومونتيري المكسيكي وصعد أيضا سياتل الأمريكي وكلوب ليون المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي والثلاثي بالميراس وفلامينجو وفلامينسي من البرازيل دي الفرق اللي ضمنت بالفعل المشاركة نسخة هتكون استثنائية والأولى بالشكل ده وهتكون صعبة جدا وهي بروفا الكاس العالم بالنسبة لأمريكا فبالتالي هتكون الكاس العامل المنتخبات هيبقى 48 فرقة دولة 32 نادي فالموضوع قريب يعني فبالتالي نسخة هتكون لها شكل وطبع خاص جدا هنشوف بقى ملاعب كاس العالم هنشوف التنظيم هيبقى عامل إزاي أمريكا برضو لما تنظم حاجة يعني وتحط في بمغا أنها تنظم بطولة كاس العالم للأندية وبعدها كاس العامل المنتخبات أكيد هيبقى شكل مختلف شوفنا السيناريو ده في قطر قبل كده شوفنا تنظيم كاس العامل للأندية هناك والأهلي خاب برونزية وبعد كده نظموا كاس العالم فاحنا نتفائل أن دولة برضو هينظموا كاس العامل للأندية وبعدها كاس العامل للمنتخبات يمكن أن نبقى برضو لنا نصيب في المديلة البرونزية شكرا